بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي عزيزاتي مرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية ومع قصيدة جميلة عنوانها القبرة وابنها هل سمعتم عن طائر القبرة؟ ماذا تعرفون عنه؟ القبرة المتوجة كريستد لارك وتشتهر بين الناس بالقوبعة نسبة إلى أن هذا الطائر له تاج كبير أو عرف على رأسه يشبه القبعة القبرة طائر صحراوي مقيم يكثر في الشتاء على شكل أسراب وتتواجد القبرة يا أصدقائي في المناطق شبه الصحراوية والرملية والسبخات ذات الشجيرات والمناطق الزراعية وواحات النخيل ولها في البحرين حضور واسع وجميل يصل طولها إلى نحو ثمانية عشر سنتمترا تقريبا بينما تتغذى على الحبوب الصحراوية والحشرات وهذه بطاقة تعريفية مختصرة لمن أحب التعرف على صديقتنا القبرة والآن ننتقل إلى موضوع درسنا اليوم القبرة وابنها إلى ما يشير عنوان القصيدة هل يشير إلى المكان أم يشير إلى الشخصيات أم يشير إلى الزمان من يجب إلى المكان لا لا إلى الزمان أكيدا لا إلى الشخصيات شكرا إلى الشخصيات ما هي أهداف درسنا قبل أن نبدأ لدينا أربعة أهداف رائعة أن نقرأ القصيدة قراءة سليمة وأن نستنتج معاني المفردات الجديدة وأن نحلل أبيات القصيدة وأخيرا أن نبين القيمة المستفادة من القصيدة هلموا بنا بعد الانتهاء سنقرأ لوحدنا في البيت أمام الأهل ولكن بشرط أولا التأني ثانيا الصوت الواضح وأخيرا القراءة بالحركات هل اتفقنا؟ أما الآن فتعالوا نقرأ معا رأيت في بعض الرياض قبرا تطير ابنها بأعلى الشاجرا وهي تقول يا جمال العوشي لا تعتمد على الجناح الهاشي وقف على عود بجنب عودي وافعل كما أفعل في الصعودي فانتقلت من فانا إلى فنا واجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثيقل الهواء لكنه قد خالف الإشارة لما أراد يظهر الشطار وطار في الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فواقع فانكسرت في الحال ركبته ولم ينل من العلامناه ولو تأننا لما تمنى وعاش طول عمره مهنى لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته وغاية المستعجلين فوته متأكد أنكم تمتلكون أصوات جميلة وألحان أجمل ستنشدون بها هذه القصيدة ولكن الآن دعونا نسأل ما هي الفكرة الأساسية في هذه القصيدة عما تتحدث ها من يكتشف من يكتشف يا أصدقاء عما تتحدث الفكرة العامة تتحدث عن طاعة نصائح الأم وضرورة الامتثال لأوامرها وما يحدث عند مخالفة هذه الأوامر من عواقب وخيمة هناك الكثير من المفردات ربما لأول مرة تمر علينا في هذه القصيدة لنتعرف عليها فمثلا عندما نقول الرياض هل نقصده عاصمة المملكة العربية السعودية لا وإنما نقصد البساتين الخضراء والقبرة ما هي قلنا هي نوع من الطيور المغردة وما معنى الهش الهش يعني الضعيف وفنن مرت علينا كلمة فنن ماذا نقصد بفنن الفنن هي الغصون ونقلة معناها قفزة وكذلك عندما نقول الشطارخ فإننا نعني بها البراعة وعندما نقول مناه فهي مبتغاه وحلم وأما معنى تأنى فهو تمهل ومهنى أو مهنة فإننا نعني بها مرتاح وفوته يعني خسارته وفقدانه هذه بعض المفردات الجميلة الآن نحلل المقطع الأول القصيدة فيها مقطعان المقطع الأول يتحدث عن ماذا هذه الأبيات الأولى منذ أن قلنا رأيت في بعض الرياض قبرة إلى أن قلنا كي يستريح الفرخ في الأثناء هذا مقطع استخدم الشاعر أسلوب السرد القصصي للتأكيد على أهمية طاعة نصائح الأم وأن تجاهل تلك النصائح يؤدي إلى عواقب وخيمة الأحداث يا أصدقاء تدور أين فوق شجرة في أحد الرياض يعني البساتين تتولى القبرة تدريب ابنها الصغير على الطيران فتخاطبه مقدمة له النصائح دعته إلى تقليل حركاتها والتأني لكي لا يتعب جناحه الضعيف ويتعلم الطيران بشكل صحيح انتبهوا هناك بعض الأساليب الجميلة التي اتخذها الشاعر عندما قال يا جمال وهي نداء يدل على الملاطفة ولا تعتمد فهي نهي يبين التحذير وقف وفعل وهي أمر يفيد النصح وكي من أجل التعليل هذا في المقطع الأول أما لو أتينا إلى المقطع الثاني لكي نحلله سنجد أن هذه الأبيات لكنه قد خالف الإشارة وصل به الحال فانكسرت في الحال ركبتاه ومقطع أخير ولو تأنى نال ما تمنى إلى وغاية المستعجلين فوته فهي تتضمن ماذا؟ أمرين مهمين المقطع الأول فيها تتصاعد فيه الأحداث بصورة متسارعة إلى أن نصل إلى العبرة من القصة بأكملها نلاحظ أن الطائر الصغير أراد أن يكشف عن مهارته في الطيران مبكرا تسرع فخالف أوامر أمه حاول التحليق عاليا ولكن جناحه الهش الضعيف لم يساعده على ذلك سقط أرضا وانكسرت ركبتاه ولم يستطع تحقيق حلم لو اتبع الإبن نصائح أمه لسلم وتعلم وحقق حلمه في الطيران انتهت القصيدة بعبرة أكد فيها الشاعر وجوب طاعة الوالدين والأخذ بنصائحهما والدعوة إلى التأني الصور الجمالية لو لاحظنا قال خانه جناحه شبه الجناح بالإنسان الذي يخون صاحب ويتخلى عنه وقت الحاجة وهي صورة جميلة حقا الآن نفتح كتاب القراءة لنجيب على أسئلة الدرس السؤال الأول في النص شخصيتان ما هما؟ هيا الشخصية الأولى هي؟ من يعرف الشخصية الأولى في القصة؟ هي من؟ القبرة ما هي وظيفتها؟ ماذا كانت وظيفة الأم؟ التدريب على الطيران أما الشخصية الثانية في قصتنا الممتعة فكانت ابن القبرة وكانت وظيفته تعلم الطيران ولماذا كانت القبرة تطير من فنن يعني من غصن إلى غصن وهي تعلم ابنها الطيران لماذا؟ من يجيب؟ من يساعدنا؟ لأنها تريد أن تعلمه بشكل بسيط تمهده شيئا فشيئا من أجل تعلم الطيران وما سبب فشل الابن في الطيران؟ لماذا فشل الابن؟ لأنه لم يطبق نصائح أمه؟ ماذا فعل؟ تسرع وأراد أن يكشف عن قدراته الخارقة ولكنه سرعان ما وقع على الأرض وانكسرت رجلاه ذلك المسكين لماذا خالف الابن توجيهات؟ أمه قلنا لماذا؟ للتو قد أجبنا أين الأذكياء؟ لأنه أراد أن يثبت قدرته على الطيران وما القصة التي أمامنا؟ هل هي حقيقية أم خيالية؟ ولماذا؟ ها؟ من يعرف؟ خيالية طبعا لأننا لا نفهم لغة الطيور لسنا نبي الله سليمان والكاتب لم يسمع حوار القبرة مع ابنها وإنما هي من نسج خياله لكي يقدم لنا عبرة جميلة وقد وفق في ذلك ولو تأنانا لما تمنى ماذا يقصد الشاعر في هذا القول؟ ولو تأنى نال ما تمنى تأنى كلنا يعني تمهل ماذا يقصد؟ يقصد أن ابن القبرة لو تمهل قليلا ولم يستعجل وتدرب شيئا فشيئا لحصل على ما يريد وطار في عنان السماء من دون أن تنكسر رجلا أخيرا لو تأنى نال ما تمنى سؤال للأذكياء هل هي أسلوب استفهام؟ أم أسلوب شرط؟ أم أسلوب نداء؟ لنرى أسلوب شرط أحسنتم هي أسلوب لو تأنى لنال ما تمنى إذن شرط نيل التمني هو ماذا؟ هو التأني أيضا سؤال آخر في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هذا المثل الجميل في أي بيت من الأبيات نجد معناه؟ في التأني السلامة وفي العجلة الندامة بسيط جدا أين الأذكياء؟ للتوقد قلنا ولو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنى شكرا أخيرا في ختام درسنا هو هذا السؤال هل حدث لك موقف استعجلت فيه ثم ندمت؟ إذا كان لديك جرب أن تكتبه لنا في أمان الله نلتقي في درس آخر وفي صفنا إن شاء الله نلتقي على مقاعد الدراسة أسعد الله أوقاتكم بكل خير